اشتركوا في القناة مقدميني النهاردة الوجبات الجميلة قوي انا جايب بس شكل العلب اننا هنبدأ ان شاء الله ان احنا نشتغل فيها وجبات هنعملها تبقى سهلة جدا وبسيطة هنعمل فيها المسحب وهنعمل فيها البطاطس وهنعمل فيها سوس الجبنة وعندنا النهاردة عصير حلو جدا ان شاء الله هنتبقى نشتغله مع بعض النهاردة ايا سئلة وايا استفسار ارقامة الفنان زهر قدامكم على الشاشة رقم الاردي الوحيد اللي احنا تتوص من خلاله 028 35 227 والاخوة المقيمين خارج مصر بيضيفوا مفتاح البلد ويحطوا رقم الاردي ويتواصلوا ان شاء الله من خلال البرنامج ودي حاجة بتساعدنا وتشرفنا طبعا نبدأ بالحلقة على طول نخش نقول بسم الله الرحمن الرحيم عندنا اول حاجة انا هستخدم سدرين فراخ والسدرين فراخ دول لو اسرة مكونة من اربع اشخاص اللي ديت قضيون جدا يعني السدرين هيعملوا معاهم شغل حلو قوي بط عليهم اهم حاجة في البهارات بهارات الفراخ تون بودر وبصل بودر وبابريكا وشوات ملح وفلفل وربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر ربع معلقة صغيرة جدا عشان تفتح حالي وممكن ما تضفهاش على فكرة يعني لو عندك اطفال صغرين بلاش تحط بيكنج بودر تمام احنا نحط بس احنا ربع معلقة صغيرة بس تفتح معايا المواضيع خليهم دلوقتي قال ليهم انا هابقى اخدهم انا اخطفهم تفتح وبعد كده عندنا بيد ولبن بقسمات وبعد كده عندنا الدقيق اللي احنا هنبطن فيه او طبقة البانية بتاعتنا اللي هنبدأ نحطها على الحاجة ككوفر للحاجة يعني اول حاجة لاجيبها لسدرين فراخ غسلهم قويس جدا طبعا لو من فعشنا نجيب سدرين فراخ اي امكان وتشتغل بيها على طول وخصوصا لو هي شركات لازم تشل منها اللزوجة وتغسليها تشطو فيها الاول وبعد كده بتنقعيها خمس دقايق وبلاش تحطيها في الناعة كتير سدرين فراخ عشان بص ما تفتلش معاك وتقول لهم هيبقى بيض فتخلي بالك من دقيقة صدور الفراخ انت بتاعها بالضبط خمس دقايق وتقومش هاي لها وتشتغل بيها على طول يلا نقطع سدرين فراخ كده ونشير منهم اي دهون اي دهون يعني منها نبدأ اللي احنا نقطع نجيبها ونشير منها نشيلها من الفراخ ونقطعها مكعبات بالشكل اللي حضرتك انا شايفين هم متسدرين بس اللي جايبهم اهو هابدأ اللي انا جيب عندي ابقى الكاب بنحطها هنا حط فيها صدور الفراخ انا ممكن اشيل السلاح اللي فوق ده مش محتاجوا هاشتغل باتنين بس يلا هنا البسط البودر بعد كده عندنا التون بودر تمام اهو شوية بابريكة صغيرين حاجة بسيطة لقين بصدور الفراخ صغيرة انا بجيب حاجة بسيطة شوية من البغارات الفراخ بسلنا بسيطة جدا من البيكنج بودر حاجة بصين بص طرف بس بسيط كده بس حلو بعد كده عندنا شوية الملح انضيف عندي شوية فلفل قصمر وكده يكون ايه الدنيا تمام تمام جدا طيب نقفل وبعد كده يقوم حطين عندنا الجهاز ونشغل بس بس ثانية ما شاء الله هي الكابدة حلوة جدا ففرامة هالي على طول وضبط هالي لان انا مش عايزة عجنها تبقى ايه وتاخد وتشد معايا خلاص هي اتبقت تمام جدا ما قومش هي لها كده قبل ما اوضع الحد بقوم حط عندي السلاح ده هنا تاني عشان ما فيش حاجة تضيع معايا طيب بعد كده بقوم جايب عندي كيس بلاستيك زي ده ماشي اقسموا كيس تلاج عادي جدا فهم قسموا على اتنين كلام جميل اهو هجيب عندي اسباتلة وفضي هبا الكلام ده هنا اقسموا كيسرا اقسموا كيسرا اقسموا اقسموا ماشي اهو اجب ازبط بقى تبقى مربع الاول وقبل ايديها بمية حلو الكلام كده كده ماشي سهل قوي سهل قوي 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 يعني بس سقطه ما حطه ايه الكسي التاني عليها كده تبقى بقى ايه تزبطيها خلي بالك بقى الارتفاع متاحها ما بقاش تخينة اه ما تبقاش مفيعة اسف السمك بتاعها تبقى نظبوط ايوة بالزبط عشان اقطعها هنقطعها دلوقتي تبقى شكل ايه زينا بالجماعة والمطعم ان شاء الله بالزبط وهم اعملها كده ماشي عليها لازم بقى بالسكينة بقى عشان ما فيش حاجة تهضر مني تبقى دا كده اهو يا قصيز الرحمة سلام عليكم قصيز الرحمة عامل بك اسم محمد ازيها حضرتك يا قصيز الرحمة عامل ايه الحمد لله عامل سمتك الحمد لله بخير يا ست الكل بحبك اوي اوي والله ربنا يخليك يا قصيز الرحمة ده من زوئك والله انت اخبارك الحمد لله والله كل اكلاتك بحبه احبك ربنا يخليك تفضلي معانا والله شكرا لك اسم محمد الله يخليك تفضلي يا فندي بليك ايه سؤال لا يا صباح الفلن صباح الفلن شكرا لحظتك جده على السلامة ستلكم بس كده اهو نزبط كيف اتدارس كده بعمل ايه بزبطها كده اهو عشان ما تهدارش معايا خالص وكله استفاد منه كده بقى تمام التمام يا باشا ماشي اهو مواخد شايل دي اهو ورافع الكيس اللي فوق ونبدأ اللي انا ايه اقطعها بس انا بقطعها بجيب شوية مية كده حلوين هنا جنبي عشان احط السكينة فيها ماشي ونبدأ اللي انا ايه اقطعها كده نغزل السكينة ونطلع كده اهو وبعد كده بقوم واخد عندي جايبها بطول ازبط دا الحروف ديت ديت مسلا ممكن على اتنين هي على اتنين تبقى حلو قوي الله عليك يا استاذ هش شباشك كده اهو بس ماشي ونهو ده بقى ايه تقسمها تاني عشانه احنا بنطلعها من الفريزر تبقى الموضوع سهل واحنا بنفكها بس يعني بعيد عليها تاني اه مرة كمان بجيب عندي بقى الصينية بقى نجيب بتاعة الكاتشينوفة اللي هي المستطيلة ديت ايوه يلا بص يا سيدي هنقوم واخدين دي كده هوا بسم الله هب وحطنا هي كده على الصينية بتاعتنا ونروح عندنا على الفريزر لحد ما تبدأ اللي هي تشد معايا كم ساعة اربع ساعات او ساعتين ماشي انا لما بقى مستعجل على حاجة لو عندك امكانية اه لو عندك امكانية سواني بس في الفريزر عندك اللي هو بيقى بيقلق طبعليها السوبر فريز هنا ده ممكن اللي انتي تضغط عليه فبيعملها مائنس 24 يعني هو في الاساس اصلا مائنس 18 الفريزر اي فريزر لو عندك الوبش هنا انتي تخليها مائنس 24 لاي حاجة انا بقى مستعجل عليها اللي هي تفرز فبعمله بضغط عليها وبزبطها ده مفيش خلاص قطيها الفريزر شوية وخلاص تشمع اربع ساعات تطلع معاك زي الفل بص يا عمنا اهو يلا تعالنا خل ده 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 اللي هو طالي عجيمة اهو يا سيزة اميرة السلام عليكم عليكم السلام بكتشف محمد ازاي حضرتك عامل ايه الحمد لله ممكن اعرف الاية الكريم اللي انت حضرتك عملت مبارح ده ايوه ايوه في الخلاص ولا لازم عن كابة انا كنت عمله في الكابة يا فندم لا انا انا معديش كابة انا عندي خلاص لو ما عندكش كابة عندك خلاط اعمليه في الخلاط عادي بس عتحط شوية شوية صغارين طيب لو عايزة حضرتك عايزة معدير كيكة الموفن كيكة الموفن عينها لاتين حضر حاضر بص يا جيمي بعد ما تشمعتها كبير اهو اهو بالسرعة انه بيبيش حاجة اهو اهو طلع بقى وابدأ ايه؟ ابدأ اشتغل كان يلا كبير بسم الله الرحمن الرحيم اهو 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 تبقى اشتغل فيها بس اهي ماشي هيطلعي ماشي تلاقي كل واحدة سلكها من التانية والموضوع سهل جدا جدا طيب عندنا دي صدور الفراغ هنا بقى طبقة البانيم تاعتنا اللي هنبدأ نشتغل فيها بجيب عندي بقول عجيمي ونحط هنا اتنين عدد بيد سنة ملح وسنة فلفل شوية بهارات وشوية بابريكا صغيرين مضرب سلك يدوي وديها غفق الاول قبل ما حنزل الحليب بعد كده بقى محطط عندي كوباية من الحليب نحطين في واحد دقيق وحطين ايه في واحد بقسمات والبشرة فين في النص هنا ماشي الكلام الجميل ماشي ماشي نبدأ ناخد اول واحدة اهي دقيق الاول ماشي ماشي كده سهلة ايه وبقولك ايه ان عمالتها الاولاد بعملها لهم بصراحة بيتبسطوا بقى جدا جدا يعني وسهلة وبسيطة بس اما حاجة تطلعها ايه زي ما طعم بتطلعها كده في اطباق تحط المسحة مع البطاطس مع السوسات بتعملي حاجة محترم جدا طيب محطش ايدي البدو اللبن ما بحطش ايدي باستخدب ايه شوكا اقلب كده ونطلع ونحط فين البقسمات لا لا عادي اما حاجة تبقى مسكة نفسها عشان هفتحكم فيها تمام وممكن كمان تبديها طبقة كرزب من فوق تبقى خطيرة اه لو عايزة بقى ايه يعني القرمشة تبقى زيادة ممكن تعمل ايه البقسمات حلو قوي اللي موجود اه ايه تبص اهو كده جبت معلومة دي بنيه ماشي كده ماشي كده ماشي كده اهو ايه دي السابع متاعتنا وخلي بالك المسحب ممكن نعلم بطرقتين اتنين هو مفيش فرق بينه وبين الناجتس هو يعني فرق اللي الناجتس بيبقى اشكال وبيبقى السمك متاعه قرفع شوية وفي نفس الوقت برضه المسحب ينفع يتعاني البصدوري فرق نفسها بس لما باجعملها بصدوري فرق نفسها بهضر منها كدير يعني عشان امسك سد الفرق ونقطعه ونقطعه ومستطير وكده سدقيني ايه ما بيه تهدير هيحصل طيب البقى اودي فين فانا انا بافره محسن وفي الاخر الحاجة بتطلع فعمها احلى واحلى كمان هيا دي الفكران حتى حتى انا وانت بتلاحظي انا مفرمتوش فرما نعمة خالص يعني اللي هناك بقى مش مشكلة يا جمي ايه حاجة جماعة اه ايه حاجة بانيه انت بتعمليها لازم نصها بالفريزر يعني ايه حاجة بتعمليها سواء بوفتيك سواء سواء البانيه اه ده افضل حاجة انك بعد ما تحط الكفر بتاع البقصومات خطها تتشمع شوية في الفريزر تصدقيني ده بيخلي الموضوع ده بيخليش تفكه من الكفر خالص او تلاقي مسلا اللحم بعيدة عن الكفر البقسمات نفسه تلاقي اللي اتنين مسكين في بعض حلو قوي نا الفريزر نا الفريزر على طول هتطلع معك زي الفل ان شاء الله احط عندي اهو بقسمات كده استاذ الوز سلام عليكم استاذ الوز سلام عليكم كلمة تانية اهو الزلوز والله مش عارفين ان اتواصل مع حضرتك اتواصل التليفون فاصل بحاول الكلمة تانية بعد اذنك اهو دي يعني الشوية ده اللي احنا عمينه بقبل الهوة على طول طبعا يعني ايه كانوا محتاجين تفريزر كمان شوية ولكن انا بعرف اتحكم فيهم انتي بقى السلا اللي اربع ساعات بصراحة هيخلوها معاك زي الفل لهو في الفريزر وتعالوا ننزل عندنا الزيت نشوف ايه الاخبار هنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بس دول الكفاة قوي على ما نعمل بقية الكمية ونرجع تاني نكمل في بقى سوس جبنة بتعمل حلو قوي تعال نجيب عندنا الكازارولة متاعة كاتشينوفا نشتغل فيها السوس جبنة منين شوية سوس جبنة صغيرين قوي نشتغل حلوين كده نشتغل هجيب بقى عندي شوية كريمة ممكن تعمليها بحليب عادي جداً وهي دي المقاديين متاعته كريمة او حليب جبنة شيدر حمرة وحتة زبا صغيرة بخليها كريمي كده وما تجمدش مني تفضل معاكي سايل وبحط خطوة مهمة جداً اللي انا باعمل حاجة مهمة قوي في حتة البداشوات مياسوخنا صغيرين فبتزبط معايا بس هي دي المقاديين كريمة طهي اديه له ممكن ممكن نزود ممكن ممكن نبدل كريمة الطهي بالحليب سهلة جداً ماشي؟ تعال نقلب بس المسحب كده نشوف الأخبار الله أكبر اهو نجده بقى تعليبة حد ناخد اللون الذهبي نحضر نغليل طبق أقلي منشك مجرد عشان يطلع يتحق راتون ده أقل من كمس دقائق نغلي من خمس دقائق ليطلع والطوقة مستورية وزي الفريق هنا بقى تصوص الجبنة تادي عندنا الحليب آآ لأسل الكريمة الطهي بدأت تسخم معايا نوم واردين عندنا الجبنة يعني حوالي الكباية يعني بنزل هي عليك تكون مرشورة ونجدها التقليبة وهي شغالة كده بنبدأ ناخد عندنا الزبدة معلقة زبدة صغيرة ونحطها ونضيطها مع صوص الجبنة والقلت الحقيقة دي ما تبدأ ليه كسية ما تبقاش على نار هي عالية النار اللي تبقى نار متوسطة وده مهم جداً ما تبدأ تسخم معايا وتبقيني معايا شوية مية سخنة الآخر المية السخنة دي جماعة بتخلي صوص الجبنة ما يشدش أبداً يفضل سايل معاك غلق يا أم محمد السلام عليكم حالو أم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازاي كسبت محمد ازاي كسبت الكل اللي عاملة ايه؟ انت عاملين دولها بخير الله يحفظك ربنا يا خاني ممكن نسألها على تريدة عامل الفيه؟ الايه؟ الفيش عناية الاتنين تريدة عامل الفيه عناية 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 تسلم عناية تسلم عناية امور يا ست الكل حاضر شكراً لك جداً مع السلامة بص بقى مية سخنة اديله بس شوية المية السخنة اللي بدها لديت عمرها ما تجمد معاك ابداً ارفعها من على النار بقى خلاص شكراً كده احلى شوية سوس جبنا واتسيبوهم يبرادوا شوية وعمرها ما تجمد منك ابداً يعني شوية المية السخنة انا حططها في الاخر ديت تجمد بقى شوية كده يعني سباها تبرد شوية تفرج على الجمال اهي شايفها؟ القوام متاعها واللون زي الفل ما شاء الله عنا ما عمل بقى شوية المساحب التانين دول ونزبطهم كده ناخد فصل صغير ونرجع تاني موسيقى 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 اهلاً بحضراتكم رجعنا تاني بعد الفاصل نعمل شوية نسعر كده زي زي المطعم كده بالظبط نعملها في البيت نبتاخدش معاكي وقت صدقين فعملنا معا شوية سوس جبنة بصت جبنة زي ما قلتلك اهيل هنشيلها برا نفسيلها برا النار خالص تبدل معاكي سايلة وعمراها بتشد معاكي ابداً وكريمي وطعمها حل وقوي اللي انا جبت ربع كوباية من كريمة الطاية حطينا عليها كوباية من الجبنة تشيدر حمرة وحطينا معلقة زبدة صغيرة شوية ما سخنا في الاخر ده مهم جداً عشان ما تشدش معنا هنا الباشا ده نقلب حد ما ياخد النون الدهبي وبعد كده نطلعه ونقدمه عندنا بقى صالة الفور سيزن اللي هنعملها النهاردة مع بعض سهلة وبسيطة ازاي هنعملها زباد المراعي ولكن هنعملها بألوان وحلوة قوي ومفيدة جداً وفيها كزا طعم خلينا نشوف اول حاجة بجيب عندي الخضار المشكل كسين اتنين اهم قدام حضراتكم من الخضار المشكل ماشي عشان هنعمل الطبق يقوم مليان كده فهقسم دي على اربعة وكل شوية هعملها بلون وطعم مختلف وكلها حاجات طبعية تفهم ازاي؟ زبادي طبيعي الخضر اللي قدام حضرتك دي فالالوان اللي انا هستخدمها في الصلطة هستخدم الالوان ايه؟ الطبعية زي البنجر لو عايزة لونها احمر ابيض هنقولها بالزبادي اصفر هنقولها بالدورة الصفرة والفلفل الاصفر اخضر بالرحان تفهم ازاي؟ فهي دي الفكرة بتاعي انتجا تهرد وقصة ماشي هنا هعمل ايه؟ الاساس بتاعي ايه؟ السلطة ماشي؟ تعالى وبعد كده هقسم الزبادي ده هقسمه على اربعة اول حاجة هجيب عندي زبادي المراعي هنجيب تلك علاك كده حلوين بسم الله عشان هعمل طبق كوير تمام؟ هنجيب عندي الزبادي كده ونبدأ نحط الكلام ده فيهن في العلب هنا هنجيب عن البادي التانية هادي التالتة ده لقيا باشا الاساس حط عليه شوية بقى شوية توم بودر صغيرين كلام جميل سنة بصلة جدا من نعناع الناشف السلام عليك جمالي سنة ملح بسيطة وكده تكون ايه؟ ده الاساس اللي انا هبدأ اشتغل عليه بس وبعد كده نبدأ بقى نجيليه الالوان متاعتهم الطبعية نقلب هدوق بس ايه؟ الملح نشوف ايه الاخبار نصريك ملح كمان كده باشا كده باشا الدنيا تمام ما توم بودر مجديني الطعم اللي انا محتاجه هم شايلين ديت ونروح فين على الباشا اللي هنا ايه الاخبار هالله 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 بطلع زي ما حالك كده شايفين سواان يا جيمي ده موهزة يا جماعة تبضلوا هالله لك ايمن ها طبعاً لو في شوية بطاطس ايه؟ لو شوية بطاطس كده يا شروق كده بكتر الف خير ايه؟ ماشي؟ لا ايه ايش بلدي ايه؟ نازم ايش كايزر او ايش كايزر او ايه توسط سوس الجبنة جاهزة باشا جنبها غمس وكل بالهنة والشفة تعالوا بقى نشوف هنعمل الباشا ده ازاي؟ اول حاجة هنعمل هنقسم الطبق ده كده على اربعة بس ايه بقى اعمله كده بس عشان ابقى شايف انا بعمل ايه؟ هنحط في الجزء ده اللي هو شوية الابيض ناخد شوية من الخضور والله كتير اخد شوية من الاساس اللي انا عملته ده ناشي اهو اعمنا بص الجمال هايلو الكلام اول حاجة كده ده اول ايه؟ حوالا حاجة الابيض ونهم حطينو هنا في المسلس ده يا مدام هنا سلام عليكم هايلو يا ربنا يخليك ربنا يكرمك يا بيه؟ اللهم امين يا رب العمين كرمنا جميعا نستر كل شوية كلان يا ستر كل مع السلامة ده اول ربع عندنا طيب عايز اعمل احمر سهلة جدا كابة عندنا ايه بقى بنجر مسلوق هاهم اعمل ايه؟ قافل نشغل وهارس كواس اوي هاهم الله ريحته جميلة انا بحب البنجر والله جدا نهشاء البنجر والله يتاكل بين غير اي حاجة كده يتحط كده تقطع مكعبات وتديه له عصي اللمونة ماشي شوية سكر صغيرين وبالهنة والشفة يعني صحي جدا جدا يعني يلا هنعمل ايه؟ شوية خضرة اههم من هنا كده ناخد عندي البنجر ده عدم اتهرس كويس جدا اههم طب التالة هيطلع لون عالمي وااخد شوية اساس من دول اههم اللي عندي ههم حطينهم هنا ونقلب التقليبة التمام دي رأيك بقى في سنون السلطة بقى لون احمر اهو اهو البنجر ده جميل قوي وفي الاخر اصلا من شكل السلط اصلا هتفتح النفس بعد ما تخلص اولي هالك شكلات واحد ازاي انا هم اخديني البشا ده كده استأذن حضراتكم استأذن حضراتكم شكرا 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 انا هم اخديني البشا ده كده مين يا اسيزة الشروق يا ام فريدة سلام عليكم ازايك يا ام فريدة عامل ايه؟ الحمد لله بخير كل سنة حالك طيب وحالك طيبة والسلام يا رب الله يخليك يا فندب الله يخليك بعد ازاي حالك اشوف نحمد عايزة طريقة البط بس غير الطريقة التقليدية بتاعتنا اينها بكتين حاضر والله حاضر ويا ريت البسبوسة لان البسبوسة بعملها بتنشف مني قوي حاضر ماشي انا انا كنت في احدى الفنادق بصراحة وكلت طريقة بط بصراحة عجبتني قوي يعني اصلا ما بكتش البط بس من كتر حلاوة البط يعني انا خدت الطريقة من الشف وان شاء الله عملها لك والله حاضر انا بقولك انا معرفش اللي هو بط اصلا هو حطحولي بنصرهولي كده وقال لي انا عايزك تدوق وعامل شوية تصص عليه اللي هو البوفر اللي هو السص البني حكاية فان شاء الله بإذن اللي اعمله لكم حاضر عناية الاتنين اهو عجبنا جدا جدا والله كان حلو قوي ها بص الكلام كده نص احمر ونص ابيض جميل اشغالين واحدة واحدة وعلى ما اتنين خالص عشان نطلع ايه حاجة شكلها حلو اركن البشرة ونروح نعمل الجزء اللي بعده اللي هو بالرحام بقى بسم الله الرحمن الرحيم ناخد زهر الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم يلا شباب وهنعمل يبقى الرحيم مش هينفع تفرن من الواحدة لازم يتفرن مع شوية الاساس اللي احنا عبنينهم الزبادي المراعي مع مع شوية النعناع هنشفين مع التوم البودرة مع شوية الملح ده الاساس اللي احنا عملناه للسلطة وبعد كده بلون الكلام ده كله مع بعض ها معايا ماشي بسم الله الرحيم زي ما انتم شايفين في منو السادة وفي عندهم تشيز الفراولة تشيز كيك الفراولة وعندهم التوت هايل الخوخ ولا اروعة عندهم كل حاجة بصراحة والزبادي كريمي وفي السلطات بيبقى في حتة تانية اصلا يعني انا بحبه جدا في موضوع السلطات وخصوصا لفصالة تخيار برضا ان شاء الله انا بنهاركو قريب يعني هحط الريحات هنا هنالاخدر ماشي ها ناخد ايه شوية اساس من اللي موجودين هقسم الكيميلي على اتنين بقى يبقى انا ما استخدمتش اي الوان صناعية خالص كل حاجة من الطبيعة انا قلتلكوا انا عايز الكابة الصغيرة اللي هيديكم والله الكابة جي كبيرة جدا على الدرسنج دفاع لا بتجيبش يا شباب ما هو عشان الكيميق ليلا الكابة الصغيرة الكابة الصغيرة اللي هي الكابة الصغيرة دي جميلة دي الحلوة دي انا الكابة عاجي ايه اه زي اه اصلا يا ام مصطفى اه 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 انا لحسى ونجي عشان الدنيا مش مطحونة صعب طيبنا يلا وممكن نحصل صغير كده حتى على ما نجيبها ونرجع تاني عادي شوية صغيرهم دول أقلبهم نا بصي الكبأ مش هتفرم دي لازم أنا هجيب كبأ صغيرة فأستاذي حدوك خد وصل صغير يعني علش بندور علي تايها في القناة هجيبها ونرجع لك تاني بعد الفصل ان شاء الله نعملها يلا اشتركوا في القناة اهلا بيكور جعنا تاني بعد الفصل اللي هي بقى ايه خدت فلفل أصفر مع دورة حلوية وبعد كده حطناها على الزبادي وضربناها يا باشا وطلعناها قدام حضراتكم اهيه اللي برحانة هي تلاخدر ده جبنا بس كبأ صغيرة وضربنا فيها وعملنا سلطة الفور سيزن قدام حضراتك اهيه كل واحدة واخدى لون مختلف عن التاني وطعمه مختلف تماما يعني اللون الأصفر ده واستخدمت كل حاجة طبعية ما ضفتش اي ألوان خالص سواء البنجر اداني اللون الأحمر الأصفر استخدمت فيه الدورة الحلوة والفلفل الأصفر اللي الرومي الأبيض زي ما هو وعملناها بالشكل اللي حضراتك ده شايفينه بتطلع شكلها شيك قوي بتتقدم على الصفر اللي هنا هشوف هجيب عندي البشر كده اهيه ونقدمها كده عندنا بقى الوجبات المسحب قدام حضراتك اهيه كل طبع عليه البطاطس متاعته عليه كل حاجته نقلب الجبنة يعني عايزت تبقى يعني خفيفة شوية عن كده بسنة بسيطة جدا جدا من اللون الأصمر عشان تطلع معايا بس بس كده جدا مياه سخنة حاجة يعني لا تذكر يعني بس كده بطاطة اسفية باشا اهو ديلوا بقى ناخلي كشف اهي خلاص كده عملنا زي بطعم بالزبط والدنيا تمام وزي الفل ان شاء الله تطلع معيك حلو قوي تعال بص على العصير هنعملو ازاي جيب عندي الخلط اول حاجة البرتقان 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 بقى البرتقان نعملو ازاي ديل عصارة لو ما عندكش عصارة الخلط يا باشا اقشر يلا استاذ جيم يا عصار ناخد عندنا البرتقان نقشر تقشيرة كده حجلو ناخد التانية برضو نفس الكلامة هي من هنا يوم عندكش عصارة سهل جدا انك تعمليها عندك في الخلط بالقشر بتاعته بقى من جوه وبعد كده هنبدأ اللي احنا نصفي ان شاء الله ولكن ما مضعبوش بالقشر عشان ما ايه ما يحملش مرارة معي وما يعملش مرارة معي ناخد اخر واحدة ونسيب واحدة للديكوريشن بتاعنا كان ببرتقاني بلدي والبرتقان في الوقت الموجود ما شاء الله طول السنة موجود يعني ما بتقطعش طيب اجيبها عند مية احط هنا مية في الخلط ونضرب كل دماء بعض ما عليش غلط انا غلط انا غلط انا ما قطع انا عارف انا والله تقوليلي ايه كنت قطعه باول ايه شخص ياواحدة بس موسكت من تحت ااو خديت قطع بصي قطع اناوه هلو نجيب عندي بقى بولا نفتح الخلاط ونصف باشا البرتقان في العسارة آآ قويس جدا من البزر ومن التفك طبعا اهوت انا اقدم كده اهوت سواني بس اهوت هنعمل اقدم ايه اهوت اتظبطه عشان هرجعه تاني الخلاط ها في بقية الكمية وناخد فصل صوير ونرجع لكم نكمل مع بعض العصير اه متاعنا بس اعايزة بس قبل ما اطلع فصل جيمي معلش هعمل حاجة بس سواني هبيب يا صاحب ها بس كده وبدأ طريقة حلوة وسهلة من البرتقان لو ما فيش عالصار اخد البشا ده كده ونرجعه فين فينة ما ضفتش اي حاجة لسه عامش اي حاجة طريقة البرتقان اهوة ناخد ايه بقى الشاهدي دي الجميلة ديت هناخد بصوها بس مش استخدمها كلها نقشر الجوز اللي هبيددتش ليه عشان ما يمررش منك العصير ده ماشي لحد ما توصل ليه للأصفر وبعد كده وبعد كده سيبها على اتنين وتبقى عندك بالشكل ده هنا نفس الكلام اقطع سامرتين اتنين دي تشيليها كده قدام حديكة هيت وبعد كده تخزينها فين لو عايزة تحطيها تلفيها بستريتش وتنزليها التلاجة الكيوي اقطعه برضو واقشره بالشكل الحديث كده شايفيه اقطع اتنين وبعد الفصل ان شاء الله نبدأ نركب مع بعض طقم العصير الجامل ده ان شاء الله وبعد الفصل موسيقى موسيقى باشا بقى هنا البرتقان بعد ما تصفى حطناه هنا في الخلاط ماشي وبعد كده نحطين عندنا التلب عشان يبقى مشابر كده وحلو بعد كده سامرتين اتنين الكيوي نتحطوا بعد كده الشهد عا فيك المكسل والله رهيب يا جماعة ده جد رهيب من عشاء هذا المكسل الجميل المتاع الفوكه بعد كده السكر بعد كده بقى ايه يا مساء اللي انت عايش نديها شوية زهر الانع كده كتير بس نقفل ونشرق يكون عشان دي توم الجميلة يوم المموضوع سمجد جوكب سيد سيد اكبر سيد سيد تستطيع اللي بننزل نشوف السكر على القهوة يعني مصبوط يعني مش محتاج اللي هو اكبر صباح الفلة بشعة انت عاش انت عاش يعني وط عندنا كيوي طبعا عامل في شغل كل حاجة باينا طعمها بالمناسبة يعني البرتقون عايزة مسلا تدي شكل كده حلوة جمالي من فوق نجيب سامرز البرتقوني ستبقى في الاخر دية اربعهم كل واحدة عليها الشريحة كده من فوق والشالي مو بعيد من النص يعني ايمة لا من النص نفسه باكن واحدة نجيب سامرز البرتقوني هو باكن 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 احمي 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 انت في تايلاند انت في تايلاند كده خلاص بحيزة كبيرة بعد السلام اتجي واحدة جدا كده عشان هي نزبطها ماشي كده اهي شال ليه ماشي اعط ديت بس كده كده حلقتنا خطسة النهاردة ان شاء الله من الوجبات اللي احنا عملناها النهاردة او العصاير السلطة الفورسيزن احنا عملناها النهاردة كله ان شاء الله تقدر تعمليه تقدر تعملي الحاجات الجميلة لصوص الجبنة بالمسحب نكتغلي كده هوا الباشا ده كده واب نقوم بقص نزدين في صوص الجبنة اهوا عيني على الحلاوة ياسحل الكلام نجرب نشوفه في النهارة نالله هشوفكم على خير بعد سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بي ان سي فود على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة